صباح و أهلا وسائل على القناة، اليوم بدأنا نتحدث عن الهاتف جديد من شركة Motorola اسمه Edge Plus 2022. الموديل الذي لديه هنا في أميركا أنا عليه للفرايزن، ولكن سننزل له كمان موديلات انلاكت، يعني أنه يمشي مع أي شركة تليفونات، وليس فقط، عنده سرعة بالإرسال، عنده سرعة بالحسوب 8 Gen 1 من شركة Qualcomm، وليس فقط، عجبتني فيه كثير، الكاميرا الأسيسية الموجودة قدام، السلفي كاميرا 60 ميجا بيكسل، أعلى من الـ 50 ميجا بيكسل الموجودة وراء عليه التليفون. يلا، أنا طارق، أريد أن أخبركم عن الـ 6 ميجا بيكسل الموجودة في هذا التليفون، وما أنتم سنعجبون فيه كمان أكثر. دعونا نتحدث عن Motorola Edge Plus 2022. اعملوا لايكوا وساجلوا على القناة، حتى دائما دائما تعرفوا لما ننزل لكم فيديوهات جديدة. هؤلاء كل الأغراض التي أجلوني من شركة Motorola، إن شاء الله يجب أن نعرف أنه إذا كنتم تشترون للتليفون، يجب أن تعرفوا شغله، لأنه لا يجب أن يأتي معه الغراض المزيدة التي أخذنا هنا. الـ Wireless Charger الذي يتحدث عنه هنا يشارج التليفون بـ 15 واط، يمشي معه للتليفون الـ Moto Edge Plus. والسماعات Snapdragon Sound، هؤلاء المعنوني خصوصياً لأنه يعطون قوة السماعات والصوت الذي يأتي فيه لها التليفون، لأنه لا يشعروا بـ Snapdragon 8 Gen 1. البطارية الموجودة هنا 4800 ممبير، يمكننا أن نشارجها بالـ 15 واط، يمكننا أن نستعمل الشارجر الذي يأتي في العلبة 30 واط مع الشريط لنشارجها البطارية. السماعات Snapdragon Sound، نستطيع أن نستعملها معه في هذا التليفون، لأنه مثل لكم الحاسوب، يفرجوننا أنه كل قوة الشغلات التي نعجب فيها كثير من شركة Qualcomm. دعنا الآن نستعمل المواصفات في هذا التليفون، لدينا الشاشة 6.7 إنجة 1080P P-OLED ديسبيل، يمكننا أن يكون من 60 هيرس إلى 144. هذا الشيء جيد. الحاسوب الموجودة هنا، Snapdragon 8 Gen 1. لدينا التليفون هنا، يكون لدينا عدة المواصفات، لديكم 8 GB للرام إلى 12 GB LPDDR 5. عندما نتحدث عن الزاكرة هنا، لدينا من 128 إلى 512 GB UFS 3.1. الموديل الذي لديه هنا هو 256. 12 GB للرام و 256 للزاكرة. الآن، الشعب الآخر يجب أن نعرف أن لدينا ستيريو سبيكور موجودين من تحت لفوق، لأن نستمتع فيهم. الكاميرا الموجودة قدام، كما قلت لكم بأول شيء، 60 ميجا بيكسل، وتعطينا 4K 30 fps لما نسجل الفيديو عليه. الآن، عندما نظر إلى الخلف، سنرى ثلاثة كاميرات. الكاميرا الأساسية ستكون 50 ميجا بيكسل، دعونا نضعها هنا، الكاميرا الثانية ستكون الأولترا ويد مع الماكرو، أيضاً 50 ميجا بيكسل، نستطيع أن نستعملها. الكاميرا الثالثة موجودة فقط 2 ميجا بيكسل، ستكون Depth Sensor، هذه ستجعلنا نستعمل، لنعمل بورترة الصور التي تكون أحسن، لكن لا لدينا كاميرا التليفوتو موجودة على التليفون. 4800 ميلي أمبيرة موجودة على البطارية وراءه، ويرلس شارج من 15 واط، 30 واط مع الشريط، وخمسة واط ريفرس شارج، يعني أن هناك شارجة شغلة أخرى منها. على اليمين، يجب أن نرى أن البطن موجود هنا، هو نفس الشيء مع الفينجر برينة سنسور، وعننا الفينجر موجودة هنا. لفوق، لدينا ميكرو واحد من ثلاثة ميكروهات موجودة على التليفون، واحدة الثانية موجودة هنا، وآخر ميكروهات موجودة لتحت. هذا يجعلنا نستعمل ثلاثة ميكروهات لتشرير الفيديو عليه. الموديل هذا لديه سيم واحدة، ولكن نستطيع أن نحضر سيم كارد على هذا اللي موجود عندي أنا لفرايزن، ومثل ما أخبركم، هناك موديلات موجودة تستعملوها. لدينا الميكروهات التالية، USB-C، وعننا السبيكر، كمان لنستعمل بالسبيكر فون، على ستيريو. والشغلة جميلة كثير، نرى أن المواصفات الموجودة هنا، رغم أننا لدينا أندرويد 12، كثير قريبة من ستاكت أندرويد، كما رأيتها على تليفوناية جوجل. ونحن نسحب من فوق، نرى الأخطيارات كلها موجودة هنا جميلة، لنستطيع أن نوقف الكاميرا والميكروهون علىها، وموجود الأنافسي علىها، وعننا كمان الرادي فور، نتحدث عنه بعد قليل. الآن سنقوم بعمل سحب هنا، نستطيع أن نسمع على الموسيقى، نستطيع أن نسكرها، أندرويد 12 موجود على هذا التليفون، والحلاوي فيه أن نأتي أيضاً كثير سريع، وكثير بسيط بالمميزات التي نزادت عليه من شركة موتورولا، ليس أنه ممنيح، ممنيح، لكن معناته أنه بطيء، نرى الأب درور، إذا نسحبها من تحت، تعطينا هكذا، تعطينا السرش، نسحب من فوق على هذه الأخطيار، وعندنا على شمال على جوجل فيد، مثل العادة، سريع كثير، وليس كثيراً، 140 هرتز، يمكنك أن تدوروها، يقم 60، ويكون هناك كمية تضعها في قلب الأوتو، عندما نتحدث عن الشغلات، هذه كانت أول شغلة أنا معجب فيها، المواصفات جميلة كثيراً، سنتحدث عن الكاميريات الموجودة هنا، مثل ما قلت لكم، 52 موجودة من وراغ مع 2 ميجا بيكسل، وال60 موجودة قدام، الاختيارات لدينا بين الصور والفيديو، عندما نسحب من هنا، نستطيع أن نرى الاختيارات، نستطيع أن نضبطها، لدينا 4K، 8K، والفول HD، من 60 و 30 فريمس برسكين، 8K فقط 30 فريمس برسكين، لا يمكننا أن نستعمل الـ 60، يمكننا أن نقف الميكروفون، لدينا 9 بعد 16 هنا، الريزوليوشن تأتيت الصورة، ويمكننا أيضاً ندور الفلاشلايت، إذا ندوره، ونأخذ فيديو بالليل، إذا قربنا الكاميرا، الكاميرا موجودة قدام، هذه الحلوة كثيراً، لدينا 4K، والفول HD، أيضاً، إذا نقلبها من هنا إلى وراء، الاختيارات زيادة موجودة، يمكننا هذه المعاملين بالخانتين، خانت الفيديو، وخانت الصور، لدينا البرترة، لدينا الـ Cutout، لدينا الـ Spot Color، الـ Night Vision، الـ Cinematography، هذا صعب نقول، الـ Panorama، الـ Group Selfie، لدينا أيضاً Ultra Resolution، لنستعمل الـ 50 ميكا بيكسل الموجودين، لدينا أيضاً لدينا أيضاً Live Filter، Pro Mode، ودول Capture، ودينا أيضاً الاختيارات الموجودين تحت الفيديو، دعني أعطيكم الآن مصرة من الكاميرا الموجودة أدام، والكاميرا الموجودة أدام، على الـ Edge Plus 2022. نبدأ أول شيء باللمزة الموجودة أدام هنا، أحسن شيء نستطيع أن نقوم بها 4K 30 frames per second، يقود إلى Snapdragon 8 Gen 1، ونستطيع أن نستعمل الحسوب هنا، ونستطيع أن نقوم بعمل 4K 30 أدام، 4K 60 أدام، وحتى أيضاً 8K 30، دعني نقوم الآن على المزة أدام، ونرى كيف الصوت الصورة من هناك. نستعمل الكاميرا الأساسية هنا، نقوم بعمل 4K 60 frames per second، ولكن يمكننا أن نقوم بعمل 8K على اللمزة، وكما رأينا أدام 4K 30، نستطيع أن نقوم بعمل 4K 30 frames per second، ونقوم بعمل 8K 30 frames per second، ونقوم بعمل 4K أدام، ونستطيع أن نستعمل كل اللمزات هنا، ونستمتع فيها كثير منيحة. هذا التليفون جميل، إن شاء الله الصوت أيضاً منيح، وهناك الكثير قريب مني، ونستطيع أن تسمع هذه الصوت، أم يركز عليها هنا. كما رأيت الصوت والصورة، ونستطيع أن تلاحظوا الصوت كثير منيح، خاصة بثلاثة ميكروفونات الموجودة لدينا. دعنا أتحدث عن الصوت الذي يأتي منه للتليفون. لم يكن لدينا سماية الهدفون جاك، هذه الشيئة مهمة لدينا، ولكن هذا التليفون لديه مميزة السناب دراجون ساون، السناب دراجون ساون، والسناب دراجون ساون، الذي لديه شركة Qualcomm، ليس فقط في هذه السنة، في المانة جن واحدة، حتى مع 888 السنة الماضية. نستمتعهم ونستمع الموسيقى على قوة 24 بيت 69 كيلو هرتز، عليهم للسماعات الوايرلس تغري بينهم هذه السماعات، و ليس فقط، لدينا أيضا سماعات استيريو فوق تحت أعليين كثير، وقوةهم جميلة، تقدر تعطينا الصوت جميل من هذا التليفون، إذا نستمتع الصور على الشاشة الكبيرة الموجودة لدينا هنا، سابقة فاطلة سابعة، نستمع الوايرلس بصوت كثير منيح مع سناب دراجون ساون، وفي عدة سماعات موجودة بالسوق، ويقدر يعطوكم نفس القوة، مضروري نجيب فقط هذه، لكن هذه هي اللي بعتت ليها شركة مترولا، أنه عندما عروني التليفون مع العدة، هذه العدة اللي اجيت معها، فهذا بديو يرجع معهم للتليفون لما نخلص. تحت Sound of Vibration، يمكننا أن نشوف كمان أنه يدور Crystal Talk AI، بتساعدنا نعمل للصوت كثير ميح لما نعمل المكالمات، الملتيفوليوم، نقدر نعمل عدة صوت لعدة شغلات، والأدابتف ساون هنا، لأن هذا التليفون معمول من شركة Verizon، موجود في Verizon Adaptive Sound، ولكن إذا كنتم تحضروا الـ Unlocked، هذا سيكون المدعم معمول للكابتشن، الذي سنستعمله معه للصوت. دعوني أعطيكم مصر على الصوت هنا، هذه الغنية اسمها Jumbo من Alex Crindo NCS Release، سمعينها مئة مرة على هذا الكنال، ومعجب فيها كثير منيح، الحمد لله، شهر هنا. الصوت كثير منيح، المكالمات عليها التليفون كثير قوية، لا يوجد أي أشكال، وعندما أحدثت مع عائلتي، دغم أن نستعمل مع التليفون، ولا حتى السماعات، كان الصوت يجني مضبوط مضبوط. الشر الوحيد هو أنه لا تأتي بقلب العليباليس، أن تشتروا السماعات لوحدهم من غير التليفون، ولكن على أكيد، إذا تجلبون مكتوب عليهم Snapdragon Sound Compatible، سيمشون مضبوط كثير للكرونيكا. دعنا نتحدث عن موديل الموديل الموجود في هذا التليفون، اسمه Ready4، معناته جاهز. اسمه Ready4 موجود هنا، هذا يكون مثل كما ترى التليفون على التليفون سامسون، الذي يسمونه Dex. هذا يجعلنا نستعمل التليفون ككمبيوتر، معناه إذا كان لديكم شاشة أو تلفزيون، سيستعملون عليه، سيمشي جميعاً. وليس فقط، يمكننا أن نستعمله أيضاً على الكمبيوتر، معناه أن نوصله على الحصول على Windows 11 أو Windows 10، وتنزلوا البروغرام، سيستعمله، السبب الذي أجب فيه لهذا السيستام، غير الموجود على التليفون سامسون، لأنه لدينا اختيارات زيادة لا موجودة هناك. أول شيء، يمكننا أن نستعمله كدستاب، هذه الشيء كثير منيحة، نستعمله، فأنا نستعمله أيضاً على التليفزيون، إذا نستعمل الكاميريات على التليفون، هذا كويب كامب المكالمة، يمكننا أن نستعملها، ونستعملها دغري كنكشن عليها، ويرلسي أما ويرد. الشيء الثالثي، يمكننا أن نعطي التليفون إلى الكمبيوتر، في هذا السيستام اسمه ready for، يمكننا أن نسل التطبيق على الكمبيوتر. وآخر شيء، يمكننا أن نوصله على التليفزيونيات التي نستعملها، بالنسبة لأني استعملتها مع تليفون سامسون الموجود في المكتب هنا. الآن، الفيديو الذي أعطيكم عليه، هو أنني وصلت التليفون على الوائرلس، على نفس الواي فاي كنكشن على التليفزيون، ومن هناك، يمكننا أن نستيطر عليها، كما رأينا عدة اختيارات. فإن تختاروا الوائرلس، يمكنكم أن تفوتوا فيه. الحالة فيها، إذا تدوروها، ساعتها كل شيء، لا يمكنكم أي شيء، تستطيع أن تقوم صوركم، الفيديوهات، كله يمشي حلو. إذا كنت تستعملوا للفيديو، نفس الشيء، تقوموا بالسيستام، تعطينا دغرين اليوتيوب، والأي التطبيق، يعمل فيديو على التليفون، لا تستطيع أن تدوروه. إذا كنت تستعملوا جيمين، هذه الأشياء، الجميع على القليل الانعرفة أنه وليسняك لا تمشي معte ال transform. معناته، إذا كنت تستعملوها على شاشة الجميل، فالتليفون، يجب تطبيق إ determinar، فرجوا الصورة عن التليفون، ويتتم cảm بإمكانك أن ي soleقاتب El obedience through power. وإذا كنت تستعملوا Televco pour unstoppable Companies. وليس كل شيء يستعمل الكمترولر. آخر شيء ما أعجب فيه كثير كثير أن هذا السيستام كثير فليكسيبل يعطينا عدة اختيارات لنستعمل أوتو لهذا التلفون. الحاسوب الموجود هنا كثير كثير قوي. وعندما نستعمله فقط لنطلع على تويتر وإنستغرام لا نستعمله لكل أوتو. لهذا ما أعجب أنه على القليل يعطوننا اختيارات. آخر شيء سوف أعطيكم عليه هنا كمان. إذا أصدركم أن أجربتم شيء مثل هذه اسمها الـ Next Doc. أنا أقوم بعمل عدة فيديوهات عليها في القناة الإنجليزية. هذه هي مثل كأنه فقط الكمبيوتر من غير الحاسوب والجي بي وكل هذه الشغلات. يعطينا معناتها لدينا شاشة، هذه الشاشة موجودة فيه. لدينا الكيبورد طبعاً، لدينا التوتشباد، لدينا بطارية في قلبه. وعندنا عدة موضوعات كمان لنوصلها للتلفون. ولكن ما يعجبني فيها أكثر أكثر شيء أنه هذه تستطيع أن نحول التلفون طبعاً من تلفون عادة لما نكون براً مثلاً إذا نستعمله. لنستعمله لأعوده الكاملة، يعني أنه نستعمل التلفون لنستعمله لأعودة الديستوب مثل هذا، دعنا نعمل هذا، تصبح كأننا لعطا. ما سأعمل له هنا؟ ندور الحاسوب هنا، دعنا ندوره. وهذه بقلبه بطارية تشرج التلفون طبعاً، يعني أنه أنا أستعمل التلفون لن أقوم بطارية نستعمله، هذه الشغلة كثير مهمة. وقد يعطينا التوتش باد، يستعمله كماوس باد مثل ما رأيتنا من قبل. والحالية وفية أنه تصبح الشاشة جميلة. مثل ما شفناها على التلفزيون، تصبح هنا نفس الشيء، يمكننا أن نختار الموبول، التلفزيون، الفيديو تشاء، الفيديو كول، ولا حتى الجام. إذا نعمل الإختيار طبعاً على دستوب مود، دعنا نختار من هنا. لأن هذه على توتش 360 قد نستعمله. نستعمل الحاسوب بالدستوب، في عين لدينا الكيبورد، ونستعمل ما الذي نريده، نفتح طبيقات كلها، نعمل السكرال، نعمل ما الذي نريده، نرجع نسكر كل شيء، ونفتح مثل ما نريده. إذا نفتح إنستجرام، نعمل إنستجرام، نستح تويتر، نعمل كمان تويتر، كل شيء يمشي مزبوط. والحالية فيها هي أنه يجعلنا نستعمل كل قوته للتلفزيون، من غير ما نقضل البطارية للتلفزيون، ومن غير ما نخسر المتعلقات لها. معناته يمكننا أن نستعمل السرعة للتلفزيون، السرعة للتلفزيون كثير قوية، مثل كما نستعمل الكمبيوتر، ونستعملها لنتفرج على فيديوات، أو كفيديو، أو كل هذه الشغلات، كله كله منيح. وهذه من شركة نكستاك، يمكنني أن أعطيكم معلومات عنها في التلفزيون أيضاً. الآن، آخر شيء بعد أن نرى كل هذه الشغلات، نتحدث عن التلفزيون على التلفزيون. أول شيء، نريد أن نرسل الكلام على التلفزيون، حتى لا نظهر الكثير من الصوت، دعنا نفتحها هنا. أنا نزلت عدة تطبيقات موجودة عليه، وعندنا أيضاً التلفزيون موجودة على التلفزيون. في مجرد أن ندورها، نستطيع أن نكبسها، نرى عدة إختيارات موجودة هنا. يمكننا أن نقوم بعمل بلوك، 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 لدينا أيضاً التلفزيون، نصيحتي منكم، لا تفكرون بها إطلاقاً. الحاسوب 8801، قوي كثيراً، بشكل رهيب، لا نحتاج إلى أن ندور التلفزيون. إن شاء الله وحدي، يمكننا أن نقوم بعمل أكوستيك، يمكننا أن نقوم بشارة، إذا لم يحدث، مثلاً، في حياتكم لعبتكم لعبة PUBG Mobile، تعرفون أن أول اللعبة، هناك شيء دقيقة، لأننا نكون نادرين لتبدأ اللعبة، لديكم دورة التطبيق، تزيدوا بعض الأشياء، وتستطيعوا تفرجوا على فيديو، لما تكونوا نادرين، مثلما لاحظتم، أنا لم أظهرت منها لللعبة، وعندما يكون وقتنا جاهز، نستطيع أن نسكرها، ونبدأ نلعب اللعبة، هذه شغلة كثيراً جيدة، وموجودة، 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 يلا، دعني أعطيكم الآن مصرة، عن الألعاب عليها التلفون، ترجمة نانسي قنقر 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 صراحة أنني انصدمت بكل الشغلات التي تعملت على هذا التلفون، حدثني كذلك لم أستعملت، ولم أجد أنني نستعملت، ولم أجد أنني نستعمل مع شركة موتورولا على التلفونات الفلاكشب التي تعملتها، أخر مرة أعملت معهم، صراحة لم يكن 7 سنين قبل أن أفتحت الكنال العربية، وكنت استعملت على التلفونات التي تعملتها جي سيريس، البيجيت الخاص، ليس أن هناك إشكال فيهم، ولكن لم أرى قوة التلفونات التي تعملتها لما تأتي على الفلاكشب، هناك شغلات التي تعملتها، ومنها الأداء الآخر، دعني أتحدث عن شغلات الكاميرات، كيف كان قوتهم، صراحة صراحة، 60 ميجابيكسل كاميرا موجودة قدام، لا أعرف كيف أخبركم غير، أن هناك كاميرات موجودة بالسوق، وتعطينا صور نيحة، وهذه صورة تعطينا صورة جميلة، وهذه الصورة التي أريد أن أعطيكم إليها، أخذت صورة، عندما كان يتسبح الجماعة الماضية، كان لديه مسابقة، وهذه صورة كثير مهمة بالنسبة لي، أنه نستطيع أن أخذ الصور المضبوط، الفيديوهات المضبوطة عندما يتسبح، لنستطيع أن نتذكرها في الماضي، لن نذهب بعدها، لذلك سجلت الفيديو بالفوركاست، 60 فريمس في الساخن، أخذت صورة بالكاميرا الأساسية الموجودة قدام، كلهم جميعاً جميعاً، وهذه الصورة التي أعجبتني فيها كثير، كما أنتم ترونها، من الصور الصراحة، من الكاميريات، لا يوجد أي أشكال، الشغل الوحيد الذي أقولها، أمنيتي أن الكاميرا الثالثة تكون، ليس Depth Sensor، يعني أنه 2 ميجا فيكسل سنسور، أنه تكون Telephoto Lens، هذه الشغلة بسبب أن، عندما نظر فيها مضبوط، لدينا Ultra Wide، لدينا Macro، كثير كثير قريبة، وعننا Focal Lens العادية، لدينا الكاميرتين العادية، لدينا الكاميرتين، سيطعون عدة إمكانيات، تقريباً 90% من النظامات التي أفكر فيها، لدينا صور أو فيديوهات، لا يوجد أي أشكال، فقط، عندما أحاول أن أفعل فيديوهات لأبني، وهو يتسبح، وأبني بعيد عني، التلافاته يجب أن تمشي مضبوط، لذلك، عندما نستعمل ديجيل زوم، الصور لا تظلم نفس القوة، نفس الكواليتات، لما تكون على الكاميرا الأساسية، وإذا لم يكن لدينا Optical زوم، هذه الشغلة الوحيدة التي يجب أن تعرفها، إذا لم يكن لديكم ضوء منيح، لن يكون لدينا أشكال، ولكن مجرد أن ينزل الضوء قليلاً، ومجرد أن تعملوا أي زوم، الصورة سيبدأ عليها قليلاً، تقريباً، ولكن كما رأيته، لغير كل شيء مضبوط. الألعاب على التليفون، لا يوجد أي أشكال، مثلما رأيته، الألعاب ماشين، الصورة منيحة، الصوت منيح، بالهاتسات التي أعطينا إليهم، مثلما تلكم سناب دراجون ساون، كثير منيح، التليفون الألعاب، لكن الشيء الوحيد يجب أن نعرفها، أن هذا الحاسوب 888 و 8 جن واحد، حامي، هذا التليفون حمي، على لعبة الـ Undead Horde، عندما ألعبها، كنت ألعبها مع الماكسيموم ستتنجز، كلما تظهروا على المئة بالمئة، التليفون وصل إلى 120 فارنهايت، يعني تقريباً صراحة 46، إذا لم أكثر من شوية كمان على السيلسيوس، لا أعرف إذا أقوم بعمل الرغلاج مضبوط، لكن إنه حرارة حامية، هذا يجب أن نعرفها، التليفون سيقوم بعمل منيح، لا أعطينا إشكال، يعني أنه اللعبة موقفة، لا أقوم بعمل الرغم، لا نزل الرغم، كله سيقوم بعمل، لكن التليفون كان حامي، هذا الشيء يجب أن نعرفها، إذا لم تحتاجون أن تضعه على المئة بالمئة، على الألعاب، سيكون التليفون بعمل منيح، الشاشة كبيرة، الشاشة فلات، لدينا كورف، يعني هذه الشاشة أيضاً، موجودة مضبوط، 140 هرتز على الـ 10TP، تستطيع أن تجعلها من البطارية الضيئة مدة طويلة، إذا ستضعها على الأوتاماتيك، يتمشي منيح، لكن يمكننا أيضاً أن نشارجوا للتليفون من السفر الـ 100B تقريباً، بموقعين تقريباً ساعة، إذا البطارية ميتة على آخر، لكن كل هذه المميزات التي سأتحدثها مضبوط، وآخر النهار، سيكون هكذا، إذا تفكروا أن تضعوا تليفون، مثلاً، فلاكشب في 2022، هذا التليفون، على ما ينزلوه، أو حتى من على موتورولا الويبسر، في أمريكا على القليلة، سينزلوه بـ 100$ الخصم، سينزلون بـ 100$ عنه، لذلك يقول أنا، الإمكانيات التي تضعونا هذه التليفون، أقوى بكثير من ما يطلبونه، رغم أن لا يوجد تلافوته، رغم أن هناك عدة شغلات أيضاً، بالنسبة لأيضاً، لا يوجد تقريباً، هذا التليفون يعطينا مميزات جميلة، وعنده قوة كثير منيحة، هل يحمل لما نستعمل المدة طويلة؟ نعم، هذه التليفونات السنة الماضية، وهذه السنة، نفس الشيء، هذا الحاسوب من Qualcomm، لا يمكننا أن نفعل شيء، إلا أنه يقول لكم صراحة، إذا أجيبوا له غطاً منيح، بيساعدكم على ما تكون أصابيكم عليها، الحرارة ما صارت لأي درجة، أنه تأثر على التليفون، فقط حميت، هذه الشغلة يجب أن نعرفها، بالنسبة لأينا، هذا التليفون منيح، لديه إمكانيات كثير منيحة، ثلاثة رباعة في الوقت، لا تشعروا فيها إطلاقاً هذه الحرارة التي أتحدث عنها، مثل ما قلت لكم، إلا أنتم تستعملوا هذا التليفون كالجايمينج فون، وتلعبوا رسي ساعتين، كالسحبة واحدة، لا تشعروا فيها، أنا كنت عام بعمل له تستنج، سأستعمل التليفون لمدة طويلة، لعبت عدة ألعاب، عملت عدة تستنج، لمدة ساعتين وشوية، يعني صراحة، كنت عام بتدفع التليفون، دفشت التليفون منيح، الأولي، ما رأيكم فيه له التليفون؟ هل أنتم استعملوا التليفون المطرولا من قبل؟ وإذا تحبوا تشوفوا له التليفون، تشوفوا شغلات تانية كمان على هذا التليفون، يلا، شكرا جزيلا على كل الناس لمن الاشتراك، شكرا إن شاء الله في الفيديو الجديد،